إلى مشعر منا حيث قامت بعثة الحج الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة بجولة تفقدية للتأكد من جاهزية مخيم المشعر لاستقبال الحجاج الإماراتيين طوال موسم الحج مفادنا من الأراضي المقدسة زميل محمد الجنيدي والتفاصيل أفضل خدمة يمكن تقديمها للحجاج الإماراتيين في الأراضي المقدسة ليست شعارا بل حقيقة وواقع ملموسا أثبتتهم الأيام فمع وصول بعثة الحج الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة بدأت جولاتها التفتيشية للوقوف على جاهزية مخيم مشعر منا تلبية لاحتياجات حجاج الدولة ومتطلباتهم بفضل الله سبحانه وتعالى ومتابعة ودعم قيادتنا المتواصل لحجاج الدولة لتقديم أفضل خدمات المتميزة لحجاج دولة الإمارات العربية المتحدة تم إنشاء هذا المخيم بأرقى درجات الأمن والسلامة بدءا من دخول الحجاج إلى البوابة المخيم وجود الأجهزة الأمنية وكذلك وجود الأجهزة القارئة على البطاقات مع وجود الحراسة والكيمرات المتوفرة في المدخل والمرات المخيم كامل أضف إلى ذلك وجود النظافة الراقية في هذا المخيم مع دورات المياه المتميزة عن غيرها عن بقية المخيمات شملت التجهيزات إعداد مخيم مشعار ميناء وتزويده بالأجهزة والمعدات الضرورية وفق أعلى المعايير التي تضمن سلامة الحجاج الإماراتيين طوال فترة تواجدهم في المخيمات بهدف الارتقاء بكافة الخدمات المقدمة وإسعاد ضيوف الرحمن الاستعدادات الجديدة في مخيم ميناء شملت إضافة 291 مكيف هواء بارد لدعم المكيفات المركزية إضافة إلى تركيب بوابات إلكترونية إضافية للتعرف إلى حجاج الدولة وتركيب المظلات ورشاشات للماء لطلطف الجو ويأتي كل ذلك لتيسير أمور الحجاج والتأكد من أدائهم المناسك براحة وطمأنينة أعمال جارية على قدم وساق وذلك من أجل استقبال الحجاج الإماراتيين في مشعري ميناء وعرفات لأخبار دار محمد الجنيدي من مكة المكرمة المملكة العربية